اشتركوا في القناة 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 والحل كان في حفر بير يخرج مياه جوفية بيطلع لك مياه قد ايه البير دا عم ماه مفيش حاجة يعني دلوقت عشر دقايق ربع ساعة وتبقى المياه المياه تخلص منه توقف؟ اه سستنى بقى لما يجبه من المياه بيقعد قد ايه فترة علشان يطلع مياه جديده؟ توقف ساحتين ثلاثة اربعة يوم المحصول بتاعك اللي كان بيطلع من الأرض ولا يجي حتى عشرة في المياه من دلوقت؟ وبتجيب المكنة والخراطيم دي خدت بالك عشان بيبقى بالنقطة بقى وهي كويسة لو كل واحد واخد حقه في المياه النقطة دي تخلي الزرع دي اخر حلاوة هطلعين المياه عندنا والبنوك دي كان علينا فلوس في البنوك وبطرد فينا وانا في طريق القريب برناشت التابعة لمحافظة الجيزة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وتبورها أصبحت ظاهرة منتشرة منها اللي هدمته الدولة ومنها اللي لسه ما حصلوش إزالة أخر الإحصائيات كشفت عن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية 800 ألف حالة على مستوى الجمهورية وده أدى إلى خسارة 40 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية الحج مصطفى صادق واحد من اللي قاموا بتبوير الأرض والبناء عليها لو في مكان بديل غير الأرض الزراعية لا هيبني هيبني فيها مش هبور كتعة أرض مثلا قراط أو قراط ونص ويروح يبني عليها هنا البلد كلها هنا بحر وهنا بحر حاكمنا كل ما ده بالأرض بالضيئ الأرض الزراعية بالضيئ هيعمل إيه؟ عند قراطين ببيع قراط وببني قراط لولادي التكلفة بقى اللي بيتحملها الفلاح علشان يبني على الأرض الزراعية ويتهدله البناء اللي هو بنيه على الأرض بتاعته لا ده المفروض ما عالش ليه كانت المفروض يتغرم إحنا بنعملك أنت بنيت قراط المتر فيه مثلا أدفع عليه غرامة مثلا 50 جنيه 100 جنيه ولكن ما ينفعش إن أنا أجأ زي ما حضرتك شفت كده أكسر طب أنا دفعت دم قلبي هجيبه منين تاني مين هعاوضنا عنه؟ ينفع الأرض الزراعية ترجع تاني تتزرع وتطلع محصول؟ لا ما هنفعش ما إحنا بنقول ليه إن هي تتغرم؟ لأن هي مش هتتزرع تاني إنت شايف إن كرارات الهدد اللي بتحصل دي بتوقف عملية تبوير الأرض؟ مش هتمنع مش هتمنع إن هو هيوقف المباني على الأرض الزراعية لإن بدل الحالة 100 حالة وبدل المية 500 إيه اللي إنت شايف إن المفروض الدولة تعمله علشان توقف عملية البناء على الأرض الزراعية والفلاح ما يهجرش الأرض في نفس الوقت يبدونا مقابل على الزهير الصحراوي حالات البناء على الأرض الزراعية في القرية كترت؟ كترت لإني إحنا ناس فلاحين ما عندناش وعي كافي بالنسبة للإنجاب بالنسبة للخلفة إحنا هنا عايزين أهم شيء بالراجل وراها أزويته وراها خمس عيال، ست عيال، عشر عيال طب عنده خمس ست عيال عادهم فيه كله لازم أن يعمل كده ناس كتير من اللي قامت بالبناء على الأرض الزراعية وخلعت زي الفلاح حط كل ما يملك علشان يوفر لأولاده سكن يكون مأوليهم اشتركوا في القرية ترجمة نانسي قنقر